معاك دقيقة شو اللي ممكن بدك تحكيك رسالة اخيرة للمشاهدين انا الاخوية الاخوات العابرين اللي جايين على الكنيسة بتوقع كبير من الاخوة اللي هما موجودين في الكنيسة قبل منهم انا بقوله تعالى هات بتوقع من الرب يسوع عيونك على المسيح عيونك على شخص المسيح كلنا عندنا ضعفات كلنا عندنا ضعفات يمكن يكون عنده خوف بس عنده رسالة لاخوات المسيحيين هقوله اول حاجة رحب احتضن حب ضحي علم ساعد افتح قلبك افتح بيتك ده كتير مهم ساعده بالتعليم ساعده بالشغل وقف جنب منه عدده اسنده ده كتير مهم ان يغير منه يغير فعلا احنا لازم نصدق ان شاول اتغير احنا شاول ما تغيرش مش حالة واحدة تغيرت لا في حالات في ملايين النهاردة من شاول بيتغيروا في العالم يعني الكلمات الاخيرة اللي ذكرتها اخ شام هي فحوة وجوهر كل الحلقة ربنا يبارك خدمتك وخدماتك المتعددة انت رابح نفوس وربنا هيك يكمل عمله وان شاء الله لنا لقاءات اخرى في المستقبل ربنا يبارك احبائي طبعا انتوا سمعتوا يمكن ما غطناش الموضوع لكن صدقا هاي الحالات اللي عم نشوفها انا عاوز اقول صليها قوله يا رب حررني من الكراهية حررني من العنصرية خلينا احب كل الناس بمحبة يسوع المسيح واذا انت اليوم عندك بعدك انت مقتنع عقليا بالمسيح بس ما امنت قلبيا قوله يا رب ارحمني تعال انا بسلمك حياتي سود انت على حياتي شوف شو الرب رح يعمل معك ربنا يباركك الى اللقاء اشتركوا في القناة